نَرْقَى فِي أَعْلَى الْجَنَّاتِ نَتَفَيَّأُ ذِلَّ الْآيَاتِ نُبْحِرُ فِي آيِي الْقُرْآنِ فَهْمًا تَفْسِيرًا وَبَيَانًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم بارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه سبحانك لا عيم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغناء عن الناس أما بعد إخوتي أخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أقول الله عز وجل وضرب لنا مثل أولم يرل إنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع هذه الآيات المباركات قد ختمت بها هذه السورة المباركة وهي من باب عود على بد فقد تقدم معنا الكلام مرارا في أن السورة المباركة قد جاءت لتقرير الأصول الثلاثة أولها وحدانية الله عز وجل ثانيها صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وحقية رسالته ثم ثالثا أن البعث والجزاء حق لا ريب فيه فهذه الآيات التي ختم بها ربنا جل جلاله هذه السورة المباركة تقرر هذا الأصل الثالث بعدما بيّن ربنا جل جلاله أنواعا من أدلة قدرته وبراهين عظمته وأرشد المشركين إلى النظر فيما حولهم مما يرونه بأعينهم فإنهم يرون الأرض الميتة الله جل جلاله يحييها ويرون الليل يسلخ منه النهار ويرون الشمس والقمر ويرون الأنعام وغير ذلك من آيات يستطيع الحضري والبدوي والعالم والأمي والشيخ والشاب جميعا أن يستدلوا بها وأن ينتفعوا بتلك الاستدلالات معاني المفردات في هذه الآيات الكريمات قال الله عز وجل أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ الْهَمْزَةُ لِلْاستِفْهَامُ وَالْوَاوُ عَاطِفَةٌ عَلَى فِعْلٍ مَحْلُفٌ وتقدير الكلام أَعَمِيَ الْإِنسَانُ وَلَمْ يَرَى أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ الإنسان ها هنا هل المراد بها العموم أو هل المراد بها إنسانا بعينه إما يكون أبي بن خلف الجمحي أو العاص بن وائل السهمي أو غيرهما ممن ينكر البعث أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ هذا المنكر للبعث أَنَّا خَلَقَنَاهُ وَالنُونُ نُونُ العظمَة والخلق هو التقدير وَلَأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعَضُ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَفْرِي أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ النُطْفَةٍ هي الماء الصافي وقيل هي الماء القليل من نطفة إذا سال ومنه الحديث تنطف لحيته من أثر الوضوء أي تسيل أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ المراد بالنطفة الماء المهين الماء الدافق الذي خلق الله منه الإنسان ذكرا كانا أم أنسا كما قال جل من قائل إِنَّا خَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْ شَاجٍ نَبْتَ لِهِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ فَإِذَا هُنَا الْفُجَائِيَّةِ خَصِيمٌ أي مُجَادِلٌ مُجَادِلٌ مُخَاصِمٌ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ مُّبِينٌ مِنْ أَبَانَا الْمُتَعَدِّيُّ أو من بانا اللازم بمعنى أنه يبين حجته ويعرض أدلته فإذا هو خصيب مبين وضرب أي هذا الإنسان لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي أرميم هذا الاستفهام مراد به الاستبعاد من يحيي العظام وهي رميم رميم أي بالية رم الشيء إذا بلي ومنه الحديث كيف يكون ذلك قد أرمت يعنون بليت من يحيي العظام وهي رميم قل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها الذي أنشأها أول مرة يحييها الذي أنشأها أي خلقها أوجدها من عدم أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهو الضمير لله جل جلاله بكل خلق إما أن يكون المقصود مخلوق اسم المفعول أو المقصود المصدر وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر الذي جعل أي صير لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر وقد قرأت يقدر أوليس الذي خلق السماوات والأرض يقدر على أن يخلق مثلهم بلى الجواب من الله عز وجل وهو الخلاق العليم الخلاق صيغة مبالغة من الخلق فالله جل جلاله في القرآن سمى نفسه الخالق والخلاق وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أي الإرادة الكونية القدرية أن يقول له كن فيكون فسبحان تنزيه لله عز وجل عن كل نقص وصف له بكل كمال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بيده ملكوت أي ملك فالملكوت مبالغة من الملك مثل ما يقال الرهبوت والرغبوت والجبروت الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون قرأها يعقوب وإليه ترجعون وإليه ترجعون أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات فإن الله جل جلاله يذكر أدلة متضافرة على أن البعث حق لا ريب فيه فيقول جل من قائل أولم يرى الإنسان هذه مثل ما قال قبلها أولم يروا أنى خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين مثل ما قال في أول سورة النحل خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين هذا الإنسان مبدأ خلقته من هذا الماء الماء الذي لا يملأ الكف وقد سماه الله عز وجل في القرآن ماء مهينا ألم نخلقكم من ماء مهين وسماه ماء دافقا فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب وسماه الله عز وجل منيا ألم يكن نطفة من مني يمنى يمنى أن يسال بمعنى أنه يسيل من فرج الرجل ويسيل كذلك من باطل المرأة ألم يكن نطفة من مني يمنى وبيّن جل جلال أن هذه النطفة مشتركة بين الرجل والمرأة إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أي أخلاط نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة هذا المخلوق الضعيف الذي خلق من ذلك الماء المهين يخاصم ربه جل جلاله ويجادله فإذا هو خصيم مبين يبين حجته ويعرض أدلته وضرب لنا مثلا ونسي خلقه جاء واحد من الكفار قيله أبي بن خلف أو العاص بن وائل بعظام بالية ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن سحقتها وأذريتها مع الرياح أيبعثها ربك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلى يبعثها ويحييك ويدخلك النار ولذلك ربنا جل جلاله يعجبنا من شأن هذا الكافر الجاحد وضرب لنا مثلا ونسي خلقه نسي خلقه الأول قال من يحيي العظام وهي رميم الله جل جلاله ذكر هذا النكير منهم مرارا في القرآن كقوله سبحانه وقالوا إذا كنا عظام ورفاتا أئنا لمبعثونا خلقا جديدا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا كانوا يستنكرون أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين هكذا كانوا يعترضون من يحيي العظام وهي رميم فلقنا الله نبيه صلى الله عليه وسلم الجواب قل يا محمد جوابا لهؤلاء المشركين يحييها الذي أنشأها أول مرة لا تقل يحييها الله لا تقل يحييها ربي بل يحييها الذي أنشأها أول مرة من أجل أن توقظ عقولهم من أجل أن ينتبهوا من غفلتهم فالله جل جلاله في القرآن دائما يستدل بهذه النشأة الأولى كما قال جل من قائل الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه جل جلاله فربنا الذي خلقنا أول مرة قادر على أن يعيدنا ثانية وهم يرون من طبائع الأشياء ومن مجريات الأمور أن الذي يمارس العمل مرارا يكون الأمر سهلا هينا عليه فذاك الذي ينحر الناقة أول ما بدأ بدأ مجربا خائفا مترددا ثم لم يلبث بعد ذلك أن اعتاد الأمر وألفه وذاك الذي يصنع شيئا في أول الأمر كان صعبا عسيرا ثم بعد ذلك صار هينا يسيرا فالله جل جلاله يقول يحييها الذي أنشأها أول مرة وهذا الجواب كقوله جل جلاله أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا هذا الذي ينكر البعث ويستبعده أنسيا خالقه الأول الذي أوجده من العدم بعد أن لم يكن شيئا مذكورا يحييها الذي أنشأها أول مرة يحييها الذي خلقكم والذين من قبلكم يحييها الذي هو على كل شيء قدير يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم جل جلاله كما قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم من شعر أو ظفر فضلا عن أن يكون ذلك المنقوص عظما أو لحما أو دما كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين لا بد لإنسان أن ينتبه لهذا وهو بكل خلق عليم ثم بعد ذلك هؤلاء المشيكون لضحالة أفهامهم وضلال عقولهم ومزيد غرورهم كانوا يقولون إن الإنسان طبيعة الحرارة فهذه الأرض اليابسة طبيعتها الرطوبة فكيف يخرج الله الحارة من الرطب وكيف يخرج الرطب من اليابس إلى غير ذلك من الترهات فالله جل جلاله بيّن لهم أنه قادر على ذلك الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا هذا الشجر الأخضر الذي طبيعة الرطوبة والذي يتغذى على الماء أنتم تأخذون منه عودين ثم تورون هذا بذاك فتشعلون نارا كما قال سبحانه فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم الله جل جلاله يذكر دليلا ثالثا بعدما ذكر الدليل الأول وهو الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الثانية وذكر الدليل الثاني وهو إخراج النار الحارة من الشجر الرطبي البارد يذكر الدليل الثالث وهو الاستدلال بخلق السماوات والأرض ولا شك أن كل عاقل يدرك أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه السماوات أعظم منك أيها الإنسان يا ضئيل الحجم يا قصير الطول يا خفيف الوزن من أنت ولو بلغت مئة وخمسين كيلو ولو بلغت من الطول مترين اثنين أو أكثر من أنت إلى جوار هذه السماوات لذلك ربنا جل جلاله يقول لنا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها فالسماء فوقك والأرض تحتك تدل على عظمة هذا الخالق وأنك يبنى آدم لست إلا جرما صغيرا ومخلوقا يسيرا أمرك على الله يسير أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر في القراءة الأخرى يقدر على أن يخلق مثلهم وهذا الاستدلال قد تكرر في القرآن كما في قوله في سورة الإسراء ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يحيي الموت على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا وفي سورة الأحقاف أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموت بلا إنه على كل شيء قدير فإذا شككت في البعث أيها الإنسان فانظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك من أجل أن تعرف قدرك وأن الذي خلق وأوجد هذه المخلوقات العظيمة التي نرى بعضها ولا نرى كثيرا منها ولا نحيط بشيء من تفاصيلها قادر على أن يعيدك كما بدأك بلى يجيب نفسه بنفسه سبحانه إنه على كل شيء قدير أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الله جل جلاله يبين أن إرادته الكونية القدرية لا بد أن تقع ولا تحتاج إلى كبير جهد ولا إلى تردد ولا إلى أسباب مما يتعارف الناس وإنما وقوعها بين الكاف والنون كن فيكون وهذا المعنى في قول ربنا وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب وما أمر الساعة إلا كلمح بالبصر وما أمرنا إلا كواحدة كلمح بالبصر والله جل جلاله احتج بهذه الإرادة الكونية على كثير مما يستبعده ويستغربه ويضل فيه بن الإنسان فقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ولما استغربت مريم عليه السلام قالت أنا يكون لي ولد قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك يعني لم يمسسك بشر الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون وفي خصوص القيامة قال جل من قائل وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير فربنا جل جلاله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء الله جل جلاله رب كل شيء ومليكه وقد قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهذه الصفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي بها ربه كما في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام ليله فسمعته فافتتح بسورة البقرة فأطال القيام ثم ركع فكان ركوعه قدر قيامه وسمعته يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد فكان سجوده قدر قيامه وقال مثل ذلك أي قال في ركوعه وفي سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وفي قراءة عقوب وإليه ترجعون إخوتي وأخواتي هذه الآيات المباركات قد تضمنت فوائد في قول ربنا جل جلاله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيب مبين نستفيد أن الإنسان جريء على ربه جل جلاله وأن ربه يحلم عليه سبحانه فيمهله ولا يعجله وأن الإنسان الكافر مجبول على الخصومة والجدال وأن كل من عارض الوحي بالرأي والعقل فهو من خصماء الله تعالى لأنه قد خاصم الله في الوحي الذي أنزله على رسوله واحتج على بطلانه وكفى العبد خذلانا وجهلا وعما وضلالا أن يكون خصم ربه تبارك وتعالى ولهذا ربنا أخبر عن هؤلاء المعارضين للكتاب بعقولهم بهذه الآية فإذا هو خصيم مبين وأيضا نستفيد أن الخصومة بالباطل مذمومة لأن الآية تسيقت مساق الذنب لا مساق المدح أما الخصومة لإثبات الحق وإبطال الباطل فإنها ممدوحة فإن ربنا جل جلاله قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن في قول ربنا جل جلاله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه كما يقول الزمخشري رحمه الله قبح الله عز وجل إنكارهم البعث تقبيحا لا ترى أعجب منه وأبلق وأدل على تمادي كفر الإنسان وإفراطه في جحود النعم وعقوق الآياد حيث قرره بأن عنصره الذي خلقه منه هو أخس شيء وأمهنه ممتهن وهو النطفة المذرة الخارجة من الإحليل الذي هو قناة النجاسة كما قال بعض أهل العلم يا ابن آدم على ما تتكبر فإنك قد خرجت من مبالي مرتين خرجت من مبالي أبيك أولا ثم خرجت من مبالي أمك آخرا ثم عجبها ربنا من حاله بأن يتصدى مثله على مهانة أصله ودناءة أوله لمخاصمة الجبار جل جلاله ويبرز صفحته لمجادلته ويركب متن الباطل ويلج ويقول من يقدر على إحياء الميت بعدما رمت عظامه ثم يكون خصامه ألزم وصف الله وألصقه به مع أنه من شأه من موات وهو ينكر إن شاءه من موات فهي المكابرة التي لا مطمح وراءها قل يحييها الذي أنشأها أول مرة استفيد الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الثانية ونسيت أن أذكر أن في قوله تعالى من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فيه دلالة على أن عظام الحي تحلها الحياة كلحمه ودمه يعني كما أن في اللحم حياة وفي الدم حياة فكذلك العظام ليست هي بمنزلة القصب والخشب ولذلك الحيوان الذي مات دون ذكا عظامه نجسة عظامه تكون نجسة في قول ربنا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وفي قوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم نستفيد مشروعية استعمال القياس الحاق النظير بالنظير وإضا هذه الآيات تدل على عظيم جهل هذا الإنسان الكافر الذي نسي مبدأه ومن شأه وفي قول ربنا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة نستفيد أن الجواب ينبغي أن يكون مطابقا للسؤال وأنه ينبغي للمستدل الناظر أن يأتي بالشيء الذي يقر به خصمه من أجل أن تقوم عليه الحجة فالخصم الكافر هاهنا سواء قلنا أبي بن خلف أو العاصم بن نهوائل أو غيرهما مقر ولا ينكر بأن الله هو الذي أنشأ هذه العظام أول مرة هذا أدب من آداب المناظرة لأنه أقرب إلى الإقناع تستدل على المناظر بما يقر به ولا ينكره وهو بكل خلق عليم علم ربنا جل جلاله قد أحاط بجميع مخلوقاته الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا بيان قدرته سبحانه على إخراج النقيض من نقيضه وفيه بيان نعمة الله بأن جعل من الشجر الأخضر نارا وقد تكررت هذه النعمة في قول ربنا أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون وهؤلاء الكافرون ما كانوا منكرين لذلك وكذلك لا ينكر أحد من المعاصرين الآن أن الطاقة الحرارية فيها منافع عظيمة للخلق وأنواعها بل أجناسها لا تحصى فضلا عن أفرادها فناس يستخدمون الفحم وآخرون يستخدمون الحطب وفريق ثالث يستخدم الغاز وآخرون يستخدمون الطاقة الكهربائية وآخرون الطاقة النووية وأعظم من هذا كل الطاقة الحرارية الصادرة من الشمس التي ليس للخلق فيها اكتساب وأيضا من فائد هذه الآيات الاستدلال بالأشد على الأخف لأن التنافر بين الرطب واليابس والحار والبارد أعظم من أن يعاد الخلق يعني إعادة الخلق كما كان أول مرة أيسر من إخراج الحار من البارد والرطب من اليابس وهذا أسهل أيضا من إعادة العظام بعد كونها رميما فالقادر على إخراج النار من الشجر الأخضر قادر على إحياء الموت من باب أولى في قوله سبحانه بلى وهو بكل خلق عليم جواز إجابة السائل نفسه في الأمر المحقق المتقرر ولذلك كثيرا ما نسمع خطيب الجمعة يطرح سؤال ثم يجيب عليه وطرح السؤال وسيلة من وسائل تنبيه الأذهان وإيقاظ الأفهام وهو الخلاق العليم نثبت لله جل جلاله اسم الخلاق فهو الخالق الخلاق والخلاق العليم في القرآن الكريم دائما يقرن ربنا جل جلاله بين خلقه وعلمه لماذا؟ لأن خلق المخلوقات من أقوى الأدلة العقلية على علم خالقها سبحانه وحكمته فانظر كيف أن الله جل جلاله بصرك بشحم واسمعك بعصب وأنطقك بلحم هذا اللسان لحم وهذه العين شحم وهذه الأذن أغلب ما فيها عصب فالله جل جلاله أبدع خلقك وانظر كيف أنه سبحانه وتعالى جعل هذه الأصابع ليست سواء فمنها طوال ومنها قصار وفرق بينها من أليا يسهل عليك قبض الأشياء بها وانظر إلى الرأس وما وعى وانظر إلى البطن وما حوى وانظر كيف أعطاك يدين باطشتين ورجلين ماشيتين وعقلا حافظا هذا كله من أدلة علمه سبحانه بعد ذلك انظر في بقية المخلوقات وتأمل قول ربنا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو يجتمعوا له أيضا من الفوائد أن كل أمر على الله هي فأمره بين الكافي والنون وهو سبحانه لا يعجزه شيء فبيديه ملكوت كل شيء إخوتي واخواتي بذا تم الكلام على هذه السورة المباركة وإن شاء الله ابتداء من الدرس القادم يكون الشروع في تفسير سورة الصافة وسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين وقبل أن أفارق مجلسي أذكركم بأن هذه الليلة هي ليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكونوا من الفائزين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرقى في أعلى الجنات نتفيأ ذل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر